اشتركوا في القناة الانشغال في الموت الموت ذكره يقصر الامل كل ما يكون عندنا امل الموت يقصر لنا ذلك الامل ويوجب التجافي عن دار الغرور والاستعداد لدار الاخرة هذه من اعظم ذكر الموت انه يوجب التجافي عن دار الغرور ويجعلنا نستعد لدار الخلود هناك المقر وهناك البقاء هذه دنيا زائدة فلذا من اعظم المواعظ هو الموت ايضا ورد انه في فضيلة الترغيب بذكر الموت وردت روايات كثيرة سنأتي بشيء منها لا نستطيع ان نأتي بكلها لانه تعلمون لربما يكون طيلة الشهر وينتهي ذكر الموت لا ينتهي الحلقات تنتهي طيلة هذا الشهر وذكر الموت لا ينتهي ورد عن نبي صلى الله عليه وآله اكثر ذكر هادم اللذات نعم الموت هادم اللذات اي لذة يهدمها الموت فذكر الموت هو الذي يجعل قلب يستقر ويطمئن ويعود الى الله عز وجل فهنا النبي صلى الله عليه وآله قال اكثروا من هادم اللذات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله من هادم اللذات فقال النبي صلى الله عليه وآله قيل يا رسول الله وما هو هادم اللذات قال الموت فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنيا العبد إذا ذكره على حقيقة الموت وعلم أنه مآله إلى الموت وانشغل في الموت يقول النبي صلى الله عليه وآله لو كان في سعة وهو مستعنس بماله وعياله وبيته وسعته إلا ضاقت عليه الدنيا إذا ذكر الموت وعرف غصة الموت عرف ذكر الموت على الحقيقة يعني لا يذكرها هكذا عبثا اسما أنه فلان مات وفلان مات لا ذكر الموت على الحقيقة يعني علم كيف أن أوصاله تقطع كيف أنه يقبار ويوضع في لحده يهال التراب عليه ذكر ذلك الموت وعظمته هنا لو كان هو في سعة لضاقت عليه الدنيا الدنيا كلها تضيق إذا علم شيء من حقيقة الموت ولا في شدة إلا تسعت عليه لو كان هو مهموم وفيه شدة وفيه ألم وفيه غصة بمجرد أن يذكر هادم الاذات تتوسع عليه لماذا؟ لأنه أعظم مشكلة وأعظم شدة لا تأتي بشدة الموت وعظمته فعندما يذكر الموت تتسع عليه شدة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله تحفة المؤمن الموت إذن الموت هو رحمة للمؤمن هو تحفة للمؤمن لماذا؟ لأن المؤمن تحفته أن يصل إلى رضى الله عز وجل إلى جوار محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين فتحفة المؤمن حتى أنه يلتقي بمحبوبه بصاحب السماوات والأرض ديانها مالك السماوات والأرض تحفة المؤمن أن يلتقي بربه فأعظم تحفة فهنا إذا أنه يلتقي بربه هذا فوصل إلى أنه وصل مراحل يستأنس بالذهاب والانتقال إلى جوار ربه إلى جوار نبيه إلى جوار أهل بيته عليهم السلام فتحفة المؤمن الموت يعني الآن عندما أحدهم تقدم له وتقله من مكان إلى آخر كان في ضيق من العيش وأخذته إلى رفاهية من العيش فهنا عندما تنقله هذه تحفة لنقلته من مكان فيه ضيق وأخذته إلى مكان فيه سعة فأيضا هنا تحفة المؤمن هو الموت ينقله من ضيق الدنيا ولهوها إلى نعيم الآخرة وزهوها فهنا أيضا النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول الموت كفارة لكل مؤمن الموت أعظم كفارة للمؤمن ورد أنه ملك من الملوك مات على سريره ومؤمن عرف في الحي أنه من أهل الإيمان والتقوى والصلاح مات على مزبلة فهنا نبي الله خاطب ربه قال إلهي هذا ملك جبار مات على سريره وهذا مؤمن من الأخيار مات في مزبلة أجل الله سامعين قال هذا الذي أمته على حسن ميتة الملك الجبار لأن له حسنة فأعطيته هذه الحسنة بهذه الموتة الهنيئة وهذا المؤمن كانت له سيئة خطيئة فأمته على هذه الحال فغفرتها له حتى يرد عليه على أفضل حال ويصل إلى جنة ورضوان فهنا عندما تكون كفارة للمسلم الموت هو غصصه وآلامه وسحب الروح منه هذه كفارة للمؤمن المسلم قيل لرسول صلى الله عليه وآله فهنا قال رسول صلى الله عليه وآله أهل هنا وقيل له صلى الله عليه وآله أهل يحشر مع الشهداء أحد هنا قيل لرسول الله سأله أحدهم يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد فهنا قال نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة الله يعني إذا تريد أن تكون مع الشهداء السعداء الذين ضحوا بدمائهم لأجل دين الله عز وجل عليك بذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة وهذا يسير عند كل صلاة تذكر الموت هذه خمس مرات أيضا عندما تصبح وعندما تمسي هذه سبع مرات وفيما بين اليوم والليلة تذكر هادم اللذات وانفرق الجماعات فهنا تستعنس بلقاء الله عز وجل وبمجاورة الصالحين فالذي يريد أن يحشر مع الشهداء هذه هدية نبوية عن محمد صلى الله عليه وآله الذي يريد أن يحشر مع الشهداء فعليه أن يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة أيضا قال صلى الله عليه وآله اكثروا من ذكر الموت ذكر الموت والكثرة في ذكر الموت أعظم نعمة لماذا أعظم نعمة؟ لأنه تبعدنا عن معاصب العز وجل تبعدنا عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والقيل والقال ذكر الموت يرقق القلب فهنا النبي صلى الله عليه وآله قال أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا ذنوبك تمحص لماذا؟ لأن كل ما تذكر الموت كل ما قلت ذنوبك أيضا يزهدك في الدنيا لأن كل ما تملكه أنت مفارقه فالموت يزهد الإنسان من هذه الدنيا قال صلى الله عليه وآله كفى بالموت واعظة أعظم موعظة هو ذكر الموت كفى بالموت واعظة أعظم موعظة عندما أن ترى كل أحد معك قد فارقك وانتقل إلى الدار الحق إما نار وإما جنان فهنا الإنسان إذا انتقل وهو أنت ترى فلان قريب منك وأرحامك وأي أحد رأيت فارقك وانتقل إلى دار الحق فهنا أعظم موعظة لك أنك ستري بعده وستكون أنت المحمول بعده تحمل جنازتك فعليك أن تفعل الموعظة هو أن تفعل الصالحات وتتجنب المعاصي والعياذ بالله فإذن أعظم موعظة هو الموت فهنا قال صلى الله عليه وآله الموت الموت ألا ولا بد من الموت رسول الله بصوته الحزين صوت النبوة صوت محمد صلى الله عليه وآله يقول الموت الموت ألا إن الموت فهنا يقول الموت الموت ألا ولا بد من الموت جاء الموت بما فيه جاء بالروح والراحة والكرة المباركة أنه يعود علينا تكرارا ومرارا إلى جنة عالية لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم إذن هذا هو الموت جاء بروح وريحان وله كرة فينا الموت يقول الموت الموت ألا ولا بد من الموت جاء الموت بما فيه جاء بالروح والراحة والكرة المباركة إلى جنة عالية الموت ينقلنا إلى جنة عالية فلذا نحن علينا أن نستعد للموت فهنا يقول لأهل دار الخلود هناك الخلود برضوان الله عز وجل رضوان من الله أكبر فهناك دار الخلود ورضوان من الله أكبر هناك إن شاء الله تعالى الذين كان لها سعيهم كان سعينا للآخرة وفيها رغبتهم كنا نرغب أن نكون من أهل الآخرة قال صلى الله عليه وآله إذا استحقت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين العينين إذا أنه استحقت ولاية الله والسعادة جاء الأجل بين عينيك قدمت الموت وجعلته بين عينيك وذهب الأمل وراء ظهرك هذا الأمل الذي أنه سوف تعمل وسوف تفعل وسوف وسوف هذا كله ستراه نصب عينيك أنه لا أمل عندك إلا أنه لقاء الحبيب فيذهب هذا الأمل الذي كان نصب عينيك فيذهب إلى خلف ظهرك وهنا إذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين حتى يلهيك ويجنبك ذكر الله عز وجل وذهب الأجل وراء الظهر فهنا لا تفكر في أجلك وتفكر في أملك فهنا كان استحقاقك ولاية الشيطان والشقاوة فهنا إذا استحق ولاية الله عز وجل أتى إليه من الله السعادة يعني هناك دار السعادة أتت إليه وجعل الله الأجل بين عينيك أما الذي استحق دار الشقاوة فجعل الله الأمل بين عينيك والأجل جعله خلف ظهره ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله رجل وأحسنوا الثناء عليهم عندما أنه بجوار النبي محمد صلى الله عليه وآله ذكروا هناك رجلا فعندما ذكروه أحسنوا عليه وأثنوا عليه فهنا عندما أثنوا عليه قال لهم النبي صلى الله عليه وآله كيف ذكروا صاحبكم للموت هذا الذي أنتم مدحتموه أثنيتم عليه أحسنتهم القول فيه كم ذكره للموت كيف ذكروا صاحبكم للموت قالوا ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت قال فإن صاحبكم ليس هناك إذن ليس هناك صاحبكم لماذا؟ لأنه ليس من دار السعداء الذي لا يذكر الموت الذي يذكر الموت هو من دار السعداء الذي لا يذكر الموت فهو من دار الأشقياء فهنا الإنسان عليه أن يذكر الله عز وجل ويذكر الموت ويذكر أنه سوف يلاقي الله عز وجل إذا يريد أن يلقى الله بروح وريحان فعليه أن يذكر الموت وإن أراد أن يكون مع الشهداء السعداء فهنا عليه أن يعمل بذكر الموت ويذكر الله أكثر من عشرين مرة في اليوم والليلة وسئل أي المؤمنين أكيس وأكرم فقال أكثرهم ذكرا للموت إذن المؤمن الكريم الكيس الفطن الذي دائما يذكر الموت وأشدهم استعدادا له فقط ذكر الموت لا بل استعدادا للموت أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة الذي يذكر الموت ويستعد له هؤلاء هم الأكياس ذهبوا بكرامة الآخرة إذن قول الباقر عليه السلام أكثروا ذكر الموت فإنه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد في الدنيا الباقر عليه السلام يقول عليكم بذكر الموت ما ذكره أحد إلا وزهد بهذه الدنيا أيضا قال الصادق عليه السلام إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول وكأنك سألت ربك بعد أن حملته سألت ربك أن يرجعك إلى الدنيا ففعل توقع واجعل في قلبك أنك أنت المحمول عندما تحمل هذه الجنازة وفي الطريق تسأل ربك أن يرجعك إلى هذه الدنيا ففعل الله فأرجعك إليها مرة أخرى فانظر ماذا تستأنف ماذا تفعل إذا أنه كنت أنت المحمول والله أرجعك إذا تخيلت هذا الأمر وجعلت حواسك كلها تؤمن أنك أنت ذهبت في هذه الجنازة وفي نصف الطريق سألت الله أن يرجعك فأرجعك الله فانظر ماذا تفعل وأنت الآن عدت من الموت وأن الله أعطاك حياة جديدة أيضا قال عليه السلام عجبا لقوم حبس أولهم عن آخرهم قوم حبس أولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبون حقيقة نحن نرى الموت ونحن نلعب ونلهو ونترك أن الموت هو أعظم الدواهي نذكر الموت فقط أنه إذا قرأ القرآن هل هناك فاتحة لفلان أو أنه مات فلان أو مات فلان فهنا نقول أنه هكذا جعل الإنسان هكذا الإنسان جعل دائما لاهيا ساهيا عن ذكر الله عز وجل مع الأسف على الإنسان أنه لا يجعل نفسه ممن يذكر الله عز وجل بل يله في هذه الدنيا فلذا أنه الإنسان يلعب ولكنه متى يستيقظ متى يقف عن اللعب إذا مات انتبه قال عليه السلام لأبي بصير لا نعلم من هو أبي بصير لأن الرواية ما ذكرت لأنه هناك ثلاثة يلقبون بأبي بصير شكى الوسواس أنه الهم والغم من هذه الدنيا فقال له الإمام أذكر يا أبا محمد تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبائك عنك إذا دفنوك في حفرتك دعما أنت أذكر أنه أوصالك هذه ستقطع يدك رجلك رقبتك جسمك يتقطع تذكر أوصالك تقطع في قبرك عندما يرجعون أحبائك يرجعون عنك إذا دفنوك في حفرتك وخروج بنات الماء من خريك يقول حتى حليب الأم يخرجوا من المنخر هكذا يعني ذكر في الآثار وأكل الدود لحمك ورجوعي الكل عنك تركوك وسلما في قبرك أوصالك تقطعات لبن أمك خرج من من خريك أيضا أنه أكل الدود لحمك فإن ذلك يسلي عليك ما أنت فيه قال أبو بصير والله ما ذكرت إلا سلام عني ما أنا فيه من هم الدنيا لأن الدنيا همها كبير إذا أنه انشغلت فيها ولو يسيرا فهنا ورد أيضا عنه عليه السلام من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين الذي يكون كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ولكن لا أنه يوضع تحت الوسادة ولا أنظر إليه أبدا وضعته تحت الفراش وتركته لا هنا يقول الإمام وكان مأجورا كلما نظر إليه يعني هنا أنه عندك أنت الكفن في بيتك ولكنه ضممته في مكان لا تعلم أين هو بعد ذلك كيف أنه تصل إلى أنه تكون من الذاكرين لا إذا تريد أن تكون من الذاكرين تنظر إليه على الأقل في اليوم في الأسبوع في الشهر تنظر إليه لا تترك ذلك الكفن تذكر نفسك به أيضا قال عليه السلام ذكر الموت يميت الشهوات في النفس هذه النفس كلما اشتهت شيء ذكرها بالموت فأنه سيميت هذه الشهوات في هذه النفس إذا الشهوة والعياذ بالله تجد أن تنطرق إلى الحرام ذكرها بالموت ستأنس بالموت وتنسى الموت ستأنس بالموت وتنسى الله فذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقلع منابت الغفلة إذا غفل الإنسان ذكر الموت لا يجعله يغفل عن الآخرة ويقوي القلب بمواعد الله عز وجل هناك مواعد من الله جل وعلا وهناك عطايا ومواعد موعد ربنا وعده أنه يعطينا الجنة إذا أنه عملنا بحلاله وتركنا حرامه ويرق الطبع ويكسر أعلام الهوى هذا الهوى له أعلام الموت يكسر أعلام الهوى ويطفئ نار الحرص ويحقر الدنيا وهو معنى ما قال النبي صلى الله عليه وآله فكر ساعة خير من عبادة سنة التفكر في صنع الله عز وجل أفضل من عبادة على غير معرفة وذلك عندما يحل أطناب خيام الدنيا ويشدها للآخر يجعل خيام الدنيا يحلها ويرتحل ويهيئ نفسه للآخرة ولا ينكر نزول الرحمة ولا ينكر نزول الرحمة عند ذكر الموت بذكر الموت تنزل الرحمة وهذه مهمة جدا ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيره في القيامة فلا خير فيه الذي لا يعتبر بالموت وأنه لا حيلة له في الموت وأنه عاجز وأنه طول مقامه في قبره وتحيره في يوم قيامته فلا خير فيه قال الإمام والموت أول منزل من منازل الآخرة إذن لماذا نذكر الموت لأنه الموت هو أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا إذن الموت هو أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل هذه الدنيا فطوبى لمن أكرم لمن أكرم عند النزول بأولها هنيئا لمن يكرم عند أول نزوله إلى قبره وأول منزل لآخرته وطوبى لمن حسن مشايعته في آخرها والموت أقرب الأشياء من بني آدم وهو بعده أبعد فما أجرى الإنسان على نفسه وما أضعفه من خلق وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكره من كره الموت وهذه مصيبة والله هناك من يكره الموت تعلمون أنه من يكره الموت أفهم من يكره الموت يكره الله لقاءه وهذه مصيبة وورد عندنا في رسالة من أحب الموت أحب الله لقاءه ومن كره الموت كره الله لقاءه فإياكم أن تكرهوا الموت فهنا قال النبي صلى الله عليه وآله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه العجب ممن ينسى الموت عجبا لقوم نسوا الموت وغفلوا عنه وهو أسرع الأشياء إلى بني آدم حتى قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم إلى يوم القيامة توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذن هذه الدنيا متاع الغرور وهنا قال الصادق عليه السلام ما خلق الله يقينا لا شك فيه بشك لا يقين فيه من الموت هنا الموت يقين لا شك فيه ولكن نحن جعلناه شك لماذا لأنه أبعد الناس نحن عن ذكر الموت فلذلك أصبح شك عندنا فهنا ما خلق الله يقينا لا شك فيه الناس شكوا بهذا اليقين فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت يعني جعلوا هذا الموت شك عندهم بسبب أنه انشغلوا في الدنيا وتركوا الموت اليقين الحتمي لهم وهنا أمير من عليه السلام يقول ما أنزل الموت حق منزلته من عدى غدا من أجله أحد إذا أنه تريد أنه يعرف أنه غدا جعل غدا هو يوم موته فهذا الذي يريد أن ينزل الموت حق منزلته لا يفكر أنه غدا من أجله لربما أنه هذه الساعة يذهب إلى لقاء ربه فليحب لقاء ربه فهنا ما أنزل الموت حق منزلته ما أنزل الموت حق منزلته من عدى غدا من أجله هنا الذي يريد أن يعرف الموت على حقيقته كما ورد في أول الكلام عن رسول صلى الله عليه وآله فعليه أن يجعل الأجل أنه في يومه لا في غده في ساعته لا في غده وقال عليه السلام لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من الدنيا لو أنه رأى أنه كيف يأتيه بسرعة هذا الأجل لأبغض العمل في هذه الدنيا ترك الدنيا وجعل نفسه للعبادة ولله عز وجل قال الصادق عليه السلام وما من أهل شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحه كل يوم خمس مرات إذن كل يوم يتصفحنا الموت ويأتينا هذا الملك عزرائيل عليه السلام يتصفح وجوهنا ويقول أني سوف أأتيكم مرة بعد أخرى سندخل إن شاء الله في الحلقة القادمة بأن الموت أعظم الدواهي وكيف أنه نتعامل مع هذا الموت وكيف نستعد له إن شاء الله تعالى هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا والحمد لله رب العالمين وصلنا الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر